هنا بلدة كفر حمام إحدى بلدات العرقوب الحدودية الواقعة في القطاع الشرقي طيلة أشهر الحرب العشرة نأت بنفسها هذه البلدة عن الهجمات والهجمات المضادة في سياق الحرب المستمرة وحرب الاستنزاف بين حزب الله وإسرائيل لكن توسع العمليات بين الجانبين أدى إلى استهدافها مرة جديدة هذه المرة غارة إسرائيلية استهدفت هذا المنزل المؤلف من ثلاث طبقات وأدت إلى تدميره بشكل كامل لم يكن المنزل مأهولا حاله كحال منزلين آخرين تم استهدفهما بغارات إسرائيلية بين فترات متباعدة خلال أشهر الحرب هذه الغارة دفعت بعدد من العائلات التي ما زالت تقيم داخل بلدتها إلى التفكير بالنزوح جديا بعد أن شهدت البلدة في الأسابيع القليلة نزوحا معاكسا من عائلات هجرتها خلال أشهر الحرب ولأن الحرب طالت ارتأ هؤلاء بأن العودة إلى ديارهم أفضل من النزوح والإقامة في أماكن يفترض أنها آمنة لكن هذه الغارة بدلت في خياراتهم تستهدف البلدة بشكل شبه يومي بقذائف متفعية وأخرى فوسفورية تطال الأحراج التي تسور هذه البلدة يوميا هناك استهدفات بالقذائف المدفعية التي أدت إلى أضرار جانبية في عدد من المنازل وأدت وهي التي كانت السبب الأساسي بنزوح عدد من العائلات لكن اليوم هناك تفكير جدي بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات بدأت تشهد توسعا جغرافيا قد يطال أحياء هذه البلدة كما حصل في بلدات أخرى وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل واللجوء إلى مناطق داخلية أكثر أمنا في ظل عدم لأي خطة طوارئ تساعد هؤلاء النازحين من قبل الدولة اللبنانية دارين الحلويسكا نيوز عربية من بلدة كفر حمام على الحدود الجنوبية